الحموشي يزور المملكة المتحدة ويلتقي بكبار المسؤولين الامنيين شركة عملاقة تغادر تونس وتختار المغرب الارصاد الجوية تعلن عن ظاهرة لم يشهدها المغرب منذ الف وتسعمائة واربعين المانيا والمغرب اتفاقيات عسكرية غير مسبوقة بين البلدين المغرب يدعو رئيس الارجنتين الجديد لزيارة المملكة والتجارة بين البلدين تتجاوز 1.4 مليون دولار تفاصيل كل هذه العناوين تشاهدونها في هذا الفيديو لكن قبل ان نبدأ ندعوك بدعمنا بوضع اعجاب والاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس لتصلك كل اخبار المملكة المغربية اشجر المدير العام للامن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبداللطيف حموشي ابتداء من يوم الثلاثاء الخامس من مارس الجارية زيارة عمل للمملكة المتحدة تضمنت العديد من اللقاءات والمباحثات مع المسؤولين الامنيين البريطانيين بشأن آليات تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات الامنية وخصوصا في مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود وتضمن برنامج هذه الزيارة الرسمية التي امتدت ليومين لقاءات عمل جمعت المدير العام للامن الوطني ولمراقبة التراب الوطني مع كل من السيد كين مكلوم رئيس جهاز المخابرات الداخلية ام اي خمسة ومجموعة من المسؤولين البريطانيين المتخصصين في مجال مكافحة الارهاب تباحث خلالها الطرفان وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك كما استعرض تحديات الامنية على الصعيدين الاقليمي والدولي وكما شمل جدول اعمال المدير العام للامن الوطني ولمراقبة التراب الوطني القيام بزيارة رسمية لمقر الشرطة اللندونية واجراء لقاء مع كل من السيد مارك رولي المفوضي العام لشرطة لندن والسيد ما جوكس رئيس شرطة مكافحة الارهاب البريطانية فضلا عن التوقيع على مذكرة تفاهم حول تنشيط آليات التعاون الثنائي في المجالات الامنية عموما وفي مكافحة الارهاب على وجه الخصوص كما اطلع المدير العام للامن الوطني ولمراقبة التراب الوطني والوفد الامني المرافق لها خلال هذه الزيارة على مجموعة من المرافق والتجهيزات الشرطية البريطانية ومن بينها على وجه الخصوص مركز القيادة وتدبير العمليات الامنية بالعاصمة البريطانية لندن وتجسد هذه الزيارة عمقى أواصل التعاون والتنصيق بين مصالح الامن بالمملكة المغربية ونظيرتها بالمملكة المتحدة كما تؤكد كذلك على الرغبة المشتركة للطرفين في تدعيم التعاون الامني وتوطيد التنصيق الاستخباراتي في مجال مكافحة التهديدات التي تحدق بأمن البلدين أعلنت شركة ميتسوبيشي كوربورايشن اليابانية عن قرارها بحل وتصفية مكتبها في تونس بشكل نهائي ودمجه مع مكتبها في الدار البيضاء بالمغرب وعزت الشركة قرارها إلى عدم وجود رؤية واضحة وفرص لاستثمارات مستقبلية في الوقت الحالي بدولة تونس ويذكر أن ميتسوبيشي هي مؤسسة تجارية عالمية متكاملة تعمل على تطوير وإدارة الأعمال من خلال شبكتها العالمية التي تضم حوالي 1700 شركة جماعية وتتوفر على عشر مجموعات أعمال تعمل في قطاعات مثل الغاز الطبيعي والمواد الصناعية والحلول الكيميائية والموارد المعدنية والبنية التحتية الصناعية والسيارات والتنقل وصناعة الأغذية وصناعة السلع الاستهلاكية وحلول الطاقة والتنمية الحضرية عرف المغرب هذا الشتاء ظاهرة مناخية غير عادية تميزت بدرجات حرارة قياسية حيث سجل شهر يناير أعلى مستوياتهم منذ عام 1940 وأوضح مسؤول التواصل في المديرية العامة للأرصاد الجوية حسين يعابد أن متوسط درجات الحرارة في يناير كان مرتفعا بشكل استثنائي بزيادة 3.8 درجات عن المعدل الطبيعي خلال نفس الشهر بين عامي 1991 و2020 وأشار يعابد إلى أن هذه الظاهرة ناتجة عن ضغط جوي مرتفع في غرب حوض المتوسطي أدى إلى هبوب رياح صحراوية جافة وحارة على البلاد خلال النهار وفي منتصف فبراير شهد المغرب ارتفاعا كبيرا آخر في درجات الحرارة حيث تجاوز المتوسط المعتاد لهذا الشهر بأكثر من عشر درجات في العديد من المناطق وتم تسجيل أرقام قياسية جديدة في الثالث عشر والرابع عشر من فبراير بعد فترة من التساقطات المطرية التي طال انتظارها في المملكة التي تواجه جفافا حادا للعام السادس على التوالي وأكد يعابد أن هذه الظواهر المناخية تأتي في سياق عالمي يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة يعكس تداعيات الاحتباس الحراري وعلى صعيد آخر يعاني نحو ربع أوروبا وشمال المغرب العربي من الجفاف هذا العام وفقا لبرنامج مراقبة الأرضية التابع للاتحاد الأوروبي كوبرنيكوس وكان المغرب قد شهد خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023 ارتفاعا في درجات الحرارة بمقدار 1.30 عن المعدل السنوي مما أدى إلى زيادة مستوى تبخر المياه المخزنة في السدود مما فاقم من الإجهاد المائي الذي تعاني منه البلاد ويعد الجفاف مشكلة كبيرة في المغرب نظرا لتأثيره المباشر على القطاع الزراعي الذي يشغل نحو ثلثي السكان في سن العمل ويمثل نحو 14% من الصادرات عرب توماس هيتشلر الوزير المنتدب في الدفاع الألماني عن رغبة بلاده في إعطاء دينامية للتعاون الثنائي عبر إبرام اتفاقية للتعاون العسكري مع المغرب تليها اتفاقية خاصة في مجال الدفاع وحماية المعلومات المصنفة واستقبل عبداللطيف لودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني تنفيذا للتعليمات الملكية السامية بحضور الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية توماس هيتشلر الوزير المنتدب في الدفاع الألماني الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة مرفوقا بسفير ألمانيا المعتمد بالرباط وتم خلال هذا الاجتماع الذي انعقد يوم الاثنين الرابع مارس الفين واربعة وعشرين بمقر إدارة الدفاع الوطني تسلط الضوء على المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون العسكري الثنائي ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والجريم العابر للحدود والاتجار غير المشروع حيث أعرب في هذا الصياق الوزير الألماني عن الرغبة في إعطاء دينامية للتعاون الثنائي عبر إبرامي اتفاقية للتعاون العسكري تليها اتفاقية خاصة في مجال الدفاع وحماية المعلومات المصنفة وأعرب الوزير الألماني عن رغبته في إعادة إطلاق التعاون الثنائي من خلال إبرامي اتفاقية تعاون عسكري ستليها اتفاقية محددة في مجال الدفاع وحماية المعلومات السرية وأشاد بدور المغرب كعامل مهم للاستقرار والسلام في المنطقة تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس وبالمبادرة الملكية لتحويل الواجهة الأطلسية لإفريقيا إلى قطب للتكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة واغتنم الودي هذه الفرصة لتسليط الضوء على دور المغرب كفاعل المهم في تحقيق الاستقرار والسلام تحت قيادة صاحب الجلالة الملك من خلال اعتماد استراتيجية متعددة الأبعاد لمواجهة تهديدات الإرهاب والاتجار غير المشروعي وضمان أمن الحدود وشدد الودي على أن مكافعة هذه الآفات هي مسؤولية مشتركة وستستفيد من دعمها بجهد جماعي ومتصق على المستوى الثنائي وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي كما أبرز الودي المبادرة الملكية الرامية إلى تحويل الساحل الأطلسي لإفريقيا إلى قطب للتكامل الاقتصادية ومساحة للسلام والاستقرار والازدهار المشتركة تشمل جميع بلدان الشريط الأطلسي من القارة كما تهدف المبادرة الملكية إلى تسهيل وصول بلدان الساحلي غير الساحلية إلى المحيط الأطلسي الأمر الذي من شأنه وفقا للرؤية الملكية تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه البلدان فضلا عن الأمن والسلام في منطقتنا الأوروبية ودول الشريط الأطلسي من القارة وفي نهاية هذا الاجتماع أعرب الطرفان عن رغبتهما في مواصلة تعزيز التعاون العسكري الثنائي على أساس الثقة والاحترام المتبادلين واكتشاف فرص جديدة للتعاون لسيما في مجال التدريب والدفاع السيبراني وصناعة الدفاع وجه سفير المملكة المغربية بالأرجنتين يسير فارس دعوة رسمية إلى الرئيس الأرجنتيني الجديد خفير مايلي من أجل القيام بزيارة رسمية إلى المملكة قصد تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين بحسب ما كشفته صحيفة لارازون الإسبانية وجاء ذلك خلال لقاء بمقر الكونغريس الأرجنتيني جمع رئيس مجلس النواب مارتن منعم والسفير المغربية بالأرجنتين يسير فارس اليوم الثلاثاء ووفق ما أوردته لارازون فإن السفير المغربية قال عقب لقائه برئيس مجلس النواب الأرجنتيني لقد تحدثنا عن التعاون البرلماني وإنشاء مجموعات برلمانية لتعزيز تبادل الزيارات وسيكون شرفا لرئيس الدولة خافير مايلي أن يزور المملكة المغربية وأشار الدبلوماسي المغربي إلى أن التجارة بين الأرجنتين والمغرب بلغت أزيد من مليون واربعمائة واثنين وتسعين ألف دولار في عام الفين واثنين وعشرين مشيرا إلى أن المغرب هو المصدر الرئيسي للأسمدة إلى الأرجنتين موضحا أن حوالي خمسين في المئة من الأسمد المستهلكة في البلاد تأتي من المغرب وفي نفس السياق كشفت وكالة الأنباء الرسمية المغربية لماب أن المغرب والأرجنتين اتفق خلال هذا اللقاء على تعزيز الآليات التي تنظم العلاقات البرلمانية بين البلدين لأسيما من خلال مجموعاته الصداقة وأوضح رئيس مجلس النواب الأرجنتيني أن المغرب يعتبر الشركة الثاني للأرجنتين في القارة الإفريقية والذي يوفر فرصا تجارية في مجالات الفلاحة الغذائية والتكنولوجيا الحيوية والمنتجات الصيدلانية وأوردت لاماب نقلا عن البرلماني الأرجنتيني أن الطرفان نقش الحاجة إلى مواصلة تعزيز الروابط المؤسساتية بين البرلمانيين لأسيما من خلال مجموعات الصداقة البرلمانية وإلى هنا عزاء المشاهدين تنتهي هذه النشرة الإخبارية فلا تبخلوا علينا بالأعجاب والاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس لتتوصلوا بجديد أخبار المغرب ونراكم في النشرة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر